وافتتح محافظ صلاح الدين بناية مدرسة أم عمارة الابتدائية وسط مدينة تاكريتا المؤلفة من 12 صفاً حيث نفذت بمواصفات فنية عالية وتشرف المحافظ برفع العالم العراقي وسط صاحة المدرسة إذاناً بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وأثنى الهلوب خلال تجواله في أرويقة المدرسة وقاعاتها الدراسية على جودة التنفيذ والجهود الكبيرة التي بذلت لإنشائها مجدداً حرص حكومة المحافظة على الارتقاء بالواقع التربوي من خلال توفير أبنية مدرسية جديدة لفك الازدواج الحاصل في بعض المدارس طبعاً اليوم تم افتتاح مدرسة قلعة تاكريت الابتدائية الصديقة للطفل بحضور السيد المحافظ والسيد قائم مقام تاكريت وطبعاً إنجاز رائع وكبير فعلاً راح يفك تضارب بين مدارس حقيقة اليوم انضاف صرح علمي لمحافظة صلاح الدين وقضاء تاكريت وهي افتتاح مدرسة قلعة تاكريت الابتدائية الصديقة للطفل شكري مدير العام تربية صلاح الدين القائمين على المدرسة حقيقة بناية ينفرح بيها أثاث ينفرح بيها وإن شاء الله تبشر بخير هذه السنة بإذن الله شكراً للمشاهدة